الملكية الخاصة حتى لو للأثار مذكورة في القانون يعني محدش يتخيل أن أي قطع أثرية موجودة في بيت خطأ أو جريمة لا القانون 83 وتعديلاته بقانون 20-10 قانون 3-20-10 تحدث بوضوح عن الملكية الخاصة والحيازة والملكية الخاصة طيب الملكية الخاصة وعلى فكرة يمكن توارثها ويمكن نقلها وكل شيء ممكن ولكن على الملك على ملك الأثر أن يبلغ فور حيازته السلطات الرسمية إيه هي السلطات الرسمية؟ اللي هو المجلس الأعلى للأثار يروح له يقول له أنا عندي أثر طيب هو يعرف منين أنه عنده أثر هنا لابد من السلطات الرسمية دي أنها تيجي تكشف على هذا الأثر عشان تؤكد أنه أثري يعني بمعنى أنه هو المزاد مش معناه أنه أثر أنه اشترامن مش عارفة إيه مش معناه أنه أثر مين اللي يقول له أنه هو أثر؟ الجهات الرسمية والمختصة في وزارة الأثر وهنا تصبح عنده حيازة يعني إيه حيازة أثرية؟ يعني الآن في حوزاته أثر طب ساعتها الدولة تاخده؟ لأ الدولة بتقول له أنت قدامك ستة شهر تبلغ أن لديك حيازة لما خلاص إحنا كشفنا أنه عندك حيازة أثرية قدامك ستة شهر تبلغ أن لديك حيازة وده تبقى للليحة التنفيذية للقانون تلاتة عشرين عشرة تبلغ أن لديك حيازة وبالتالي أنا بعمل إيه بقى؟ أنا باجي كل شوية أتطمن على الأثر ده عندك مساء الخير يا أثر أنت موجود صباح الخير يا أثر أنت موجود أتطمن أن الأثر لم يتم إتلافه لم يتم بيعه وما رحش أي حتة أنا بقى عايز أورسه لابني هروح برضو للجهة الرسمية أقول لهم يا جهة رسمية أنا عايز الأثر ده يورط لابني أو ابنه لو توفي صاحب الأثر بيروح بإعلام الوراثة يقول أنا صح أنا ده ورثة بوية وأنا حيخد هذا الأثر إذن الملكية الخاصة مصونة في القانون وحتى لو كانت للأثر وده طبقا لي القانون ترجمة نانسي قنقر